من المتوقع يقام معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات في الفترة ما بين الثاني والسادس من سبتمبر القادم وقد أعرب خبير اقتصادي إماراتي عن تطلعته حول تنمية تجارة الخدمات في الصين وتقديره العالي لدعوة الصين للانفتاح والتعاون عودة هذه المعارض هو للتنمية المجتمع العالمي بشكل كبير واتجاه أيضا الأنظار لا ننسى إلى وجود ومكانة الصين واتجاه هذا المعرض لكي يكون هناك مكانة للشباب ومكانة أيضا الاقتصاد المستقبلي بالنسبة إلى الدول العالمية جميعها وكان هناك ارتفاع بالربع الأول هذه الارتفاعات هي سوف تكون استمرارية للربع الثالث والربع الرابع بسبب الطلب المتزايد على المنتجات وإن كنا نتحدث على منتجات الصين في العالم جميعا لا ننسى كانت هناك مشاكل بسلاسل الإمداد في عام 2021 وكانت الصين قد تخططها بأن يكون هناك اقتصاد قوي ومرد ترجمة نانسي قنقر